السلام عليكم و يا مساء الخير عليكم لو بتشوفوا الفيديو النهاردة ان شاء الله بعد الظهر و يا صباح الفل و صباح الجمال لو بتشوفوا ان شاء الله الفيديو الصبح بإذن الله النهاردة عايزين نتكلم عن أفضل أنواع الأطعمة أو الواجبات أو الأكلات اللي ممكن تحفز الطيور بتاعتنا على التزاوك والواجبات أو الأكلات دي موجودة في كل بيت لسعرها حلو قوي قوي بالنسبة لنا نقدر نستخدمها و احنا مش متأزلين او مش مكلفانة كتير و مش هتخلينا نلجع لأي بلتانين كيميائي او محافزات كيميائية احنا ابتدينا يعني نشتغل في الحاجات دي على الهازي مع طيورنا و اظن ان احنا قدمت انا اكتر من مواجبة في قناة الكلام في الهواية على محافزات طبيعية و ما شابه بتقدروا ترجعوا لها او هتفلع لكم في الأرض نجد لك كتير عشان نتحدش عليكم و عشان هناك علمات مهمة في الفيزيون تالي نهاردة في شوية حاجات عندنا زي بزور على شوية خضرات يعني حاجات كده هتبقى حلو قوي قوي وسهل قوي من انتو تتحصدوا عليها و ممكن تلاقيها عندكو كثير كمان لو عايزين نبتدي بالبزور هتبقى حلو قوي قوي و هتبقى كمان تستخدموها كمان البزور اللي ممكن تحفز على التزاوج و او بتزود التخصيبة عند تيور كتير و لكن هقول لكم على حاجة شوية البزور دي لو جدتوها هتزبط الدنيا معاكو حلو قوي قوي هي بوصور خضوها كده من التختيب او اكتبوها وراي بورقة كش بزر الجارجير مهمة قوي قوي في عمليات التزاوج و تحفيز التزاوج و كمان لزود التخصيبة عند الزور حلو كده هتاني حاجة ممكن يستخدمها و حب الرشاط حلو جدا 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 لما استخدمتوه مع تزور حلو كعلاج لبعض الاتهابات المفاصل و الكساح و الكلام ده كله و حلو او كمان برضو الهبيش و كمان منتاز منتاز فوق المنتاز كمان التخصيب و التحفيز في عندنا كمان المشهور اوي اوي الشوفان الشوفان حلو جدا جدا لما استخدموه مع الوجبات جدعاتنا او ان احنا نحطه في اكتلا كده ولكن انا بالنسبة لكده لازم اخلطوهم مع حاجة ياما مع الحبوب ياما على الوجبات الطريقة و عندنا اكتر من علبة عملينها ارجاعوا بقى للعلب بتاعتنا دي عملينها و ضيفين عليها الشوفان البودر و كانت حلو قوي قوي فيه كمان عندنا الحلبة الحلبة من البذور اللي حلو قوي قوي اللي بتزوج التخصيب عند الزور و بتقوي عن قول البيض و في نفس الوقت بتبقى مغزية بصفة عامة للتقر عندكم فتبقى حلو قوي كمان في الكنج بتاع الحبوب دي ولا هو الحمص الحمص كمان لو استخدمناه كمشروب بيبقى ممتاز و كحبوب بيبقى برضو ممتاز و يبقى حلو قوي قوي فيه كمان بذر القرفس حلو جدا 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 اللي انتو تستخدمه مع طيور واعتقد انه فيه كثير من الهواية غفلة القرفس او بذر القرفس بذر القرفس مهم قوي قوي كل الفيتامين بيتامنات حلو قوي عالية قوي يعني جميل بالنسبة لطيور لو استخدمتوه كحبوب او استخدمناه كمشروب هقولكو كمشروب دلوقتي ازاي على فكرة الحبوب دي انتو ممكن تجيبه منها من كل حاجة تلاتة جنيه والحاجة هيعمل حبة حلوين قوي انا عن نفسي وهقولكو باستخدم ازاي احيانا في الغالب باخدهم بطحنهم كلهم ميكس مع بعض كده وعملهم عالبة حلوة زريفة نطيفة كده برضو باخد منها على الوجبات الطريف بتبقى احسن لي واوصلي وبابقى ضمنت في الحالة دي ان تيور بتاعتي مش هتقدر منها لان كتير كنا بنحقها على الحبوب فبتتبقى في ارضية الاكالة وممكن ما بقاش واخد بالي تيوري تلوها ولا مكلوهاش فهم بالطحنة دي انا لما بطحنة بعملها عالوة لوحدها بتبقى حلوة قوي قوي اخد منها معلقة صغيرة معلقة ميرة على حسب الوجبات وبخلطها مع الوجبة وبيكلوها بين سفوها الفهنة وشفها وبجيب نتائج طبعا الحمد لله رب العالمين حلوة جيدة نيجي شوية الخضروات دا ممكن عندنا خضروات حلوة قوي ممكن برضو بتبقى محفزة هي اكيد ان شاء الله بتبقى محفزة ومخصبة عندكم مثلا من الجرجير حلوة قوي بس مش هنزود من الجرجير لان ممكن يعمل اسهلات ونازم يتغسل بالخل حلوة قوي قبل ما تقدمه لتيوري طبعا البرسين برضو حلو جدا جدا بس انا مش بستخدمه كتير مع تيوري لان احيانا بيسبب مشاكل باوقات بيعمل سميات واوقات كتيرة بيعمل اسهلات قوي وفضل ان احنا نستخدمه بعد الغسيل يبقى تاني يوم تقدروا تستخدمه مع تيوري وهي ورقة صغيرة قوي لتيور حلوة جدا كمان عندنا الزعتر اللي اخضر حلوة قوي لما بنضيفه على الوجبات بتاعاتنا عندنا الزعتر اخضر يبقى نستخدم الزعتر اللي هو المجرسة حلوة قوي كده ورق الكرفس حلوة قوي يعني لما نجيب حزمة كرفس ضريف ونطيفة كده بنص دنيه ولا حاجة بتتغسل الغسلة حلوة قوي وبحطها لتيور او بقطحها على الوجبات الطرية بتبقى حلوة قوي يبقى انا هنا استخدمت بزر الكرفس فوق مع التيور بتاعتي مع الحبوب وممكن استخدم ورق الكرفس اقطعه واحطه مع الوجبات الطرية بيبقى تحفة وجميل في عندنا كماني في عندنا السبانك السبانك حلوة قوي قوي برضو بالنسبة للطيور فيها فيتامينات حلوة جدا 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 بالنسبة للطيور وهي بصراحة لما بتستخدموها بقى لو وحدها كده مع طيورنا بنقطحها على البيت بنقطحها على اي واك بطارية بس يخدوا بالكم الحاجة ما بتحقش اي ورق فيه مثلا اخرام او يكون متقرقت كده والكلام دا كله والكلام دا والكلام دا علينا احنا كبنا نقضينا على الطيور مدر لان دي في الغالب بيبقى قرقت حشرات وما بتبقاش مستحبة لان ممكن يكون فيها بيت جوا الورقة نفسها واحنا مش وغدين بنا حتى لو قضينا عليها بالخل برضو ما بتتقضاش عليها بالكامل نحن نخلي بالنا من الخضروات اثناء تقدمها لطيورنا لانها ممكن تجيب سلمونيلا وفي الغالب بسبب مباشر للسلمونيلا بالنسبة للطيور الجزر الجزر برضو من الحاجات المنتهزة قوي قوي وانتو شايفين معايا في القناة هنا في قناة خلال في العواية بقدمنا كتير قوي مع الطيور تقريبا مفيش واجبة بقدمها لطيور يغلى ما يكون داخلها جزر الجزر بيشتغل كمحفز حلو قوي بالنسبة للطيور وكاوريش ولكن لو احنا بنتلم نهاردة عن محفزات واجبات فيها محفزات يبقى الكذر هنا باستخدمه كمحفز استخدمنا باقى مبشور استخدمنا قطع بس هو بيفضل مبشور زي ما انتو بتشوفوه معايا كده في القناة طريقة البشر ما بانا عملوش وما باستخدمش يعني بسوا انا عبقى عارفة ان الطيور عندي ان شاء الله ان شاء الله بتاكل وكبة على طول فانا في الغالب بحطه بقشره عشان باستفاد بكل حاجة لو انتو تيوركو مش بتاكل الوجبة بسرعة يبقى لازم يتقشر علشان بيفسد وبيغمق كده وبيبقى لونه مش حل مع الفيور بتاعكنا انا بس لفاق نظري هنا بتكلم ان الطيور هنا غامقة هنحاول انها عليش هشواء المهم في بعد كده عندنا الفلفل الفلفل انا ما بقى يعني ان بيربي كوكاتين وبيربي تيور تانية غير البضل ما بنصحوش بالفلفل اللي هو الحامل لان ده بيسبب امراض كتيرة للطيور مهم ما كانت هيبقى محافظ لأ انا مش عايزة ازو تيوري عشان شوية سغلينه يطلع لان ممكن بيسبب التهاب في الامعاء وبيسبب التهاب في الحويصلة وبيسبب التهاب في مجرى الضاتي او البول بتاع الطيور فلازم نخلي بالنا من حاجات الفلفل الحامي بالنسبة للطيور غير مستحابة عايزين تقدمو للفاقجي ممكن بيستحمل ولكن انا برضو مش بحاجة فكرة بقى الفلفل ممكن نحط فلفل زي اللي احنا عايزين الفلفل الكوبي المكبب للزريف ده بقى الوانه ممكن نحطه حلو جدا فيه كمية بيتاميديات وفيه محافظات حلوة او بتفيد الطيور بتاعدي نيجي كمان على حاجة او فيه فضل لنا كام حاجة كده وهي مثلا هنتكلم عن الفيروكلي البروكلي برضو من الحاجات الحلوة اوي من القدروات الحلوة اوي والاستخدامات كتير واحنا عندنا هنا في القناة واجبة فيها البروكلي والكرنابليك عاملة منهم واجبة كانت حلوة اوي والحمد الله رب العالمين لقت استحسان لان جابت نجايد حلوة اوي مع الطيور في مسألة التحفيز وانهما ان حافظ بيها الطيور بتاعتنا وكان مخلوط عليها خلطة كانت حلوة اوي برضو يعني اكشفوها في القناة عندي دورو عليها تتعبو شوية اما احاول اطلحها في الاي بس اشوف عدد انفزيات اللي ممكن تفلع في الاي انتو على فكرة يا جماعة نزعلن منكم عشان انتو مش بتعملوا اللايك وفيه ما عرفش ما بيحبش اشترك في القناة او بيشوف الفيديو وما بيكترش ولا تعليق سلبي او ايجابي وبردو اللايك انتو بتنسوه رجاءا بس اللايك مش بيخصر حاجة بل بالعكس ممكن يعني اقول لكم ايه بيعلي شوية اجايد بتاع القناة اتمنى انتو تساعدوا شوية المسألات زي لو ان الحاجة عجبك ومش عجبكو اوكي ضم ماكيش مشكلة بس اكتبوا لي اني مش عجبكو تمام عشان لو في حاجة تتغير اقدر اغير على طريق طيب وطبعا التعليقات انا يعني بحب بتعليقاتكو والله سواء السلبية او الايجابية بس بحس اني بيتفاعل معي شوية في الفيديو ما بقاش بتكلم من ناحية واحد ولو ليكو اي طلبات اضافية او حاجة مش ورحة في الفيديو برضو بتبقى زي الوسيلة التعليقات هي الوسيلة الوحيدة اللي انا عرف انتو عايزين ايه كنام طيب اتكلمنا عن البروكلي نتكلم بقى عن الطمر الطمر حلو اوي ما تحرموش طيوركو من الطمر الطمر جميل وخصوصا حموم فترة قلش والطمر بيعالج القلش والطيور اللي عايزينها ان شاء الله تبقى محفزة محفزة فالطمر بيشتغل معاها حلو اوي هنرجع برضو لفيديو الطمر الطمر كحباية او دبس الطمر برضو فيه فيديو عنه ايه يعجبكو اوي و ازاي نعمل سناكس من الطمر الاصابع حلوة كده بالنسبة معمولة من الطمر بتبقى حلوة قوي بالنسبة للطيور وعليها الخبوب اللي احنا حطينها فوق دي او اتكلمت عنها في اول الفيديو لما بتعملوا شباعة طمر ده و بتحطوا عليه الخبوب اللي انا ايلالكم عليها دي فوق النهاردة اه فاول الفيديو بتبقى حلوة قوي قوي ان هما يكلوا منها و لقطوا منها و بتجيب نتيجة يعني دبل اللي احنا حطينه حطينه بزوت الزتون و خلطين عليه كمان الخلطة اللي احنا عاملينها اللي هي من جزر البجل و جزر الجردير و حفظ الرشاط بتبقى حلوة قوي قوي كمان الكرومب الكرومب لما بيحطوا من القطعة كده للطيور بتاعتنا بتبقى حلوة قوي ان هما يكلوا اشكروا بالتعليقات ان شاء الله و اشكروا وقت في فيديو